الحقيقة برضو مش عارف الفيديو معنا ولا مش معنا شباب لكن تجي رزقونال بطل الكونكاكاف يصل الى قطر ووصول الفريق الحقيقة انا لما شفت الفيديو دايما بقول اتفضل ده فيديو وصول بطل الكونكاكاف يعني بطل قرى كبيرة جدا وقرى مهمة جدا البطل الكونكاكاف المكسيكي بيصل بدون امريكا الشمالية طبعا بدون اي استقبال من يمكن انا مش شايف ولا حاجة عايزين فار برضو عشان نبص عليه فيش اي استقبال يعني فيش جماهير طبعا هناك مسؤولين من المسؤولين في المونديال الاندية ولكن مفيش استقبال جماهيري مفيش اي حاجة هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي وما بين بقية الفرق هو ده اللي دايما بقوله هو ده دايما اللي بشدد عليه اهو زي ما حضرتكم شايفين المطار فاضي اللي عايبة بس ماشيين مسؤولين الاداريين والفنيين وكده هم اللي متواجدين ولكن ولا واحد طبعا عايزين نشوف واحد كده هتولنا واحد من وراء ولا حاجة يا جماعة يعني عشان اه النادي الاهلي يا جماعة في حتة تانية النادي الاهلي في حتة تانية مش بالكلام ولا بأن احنا نبدل نقعد نتكلم ونقول النادي الأهلي في حتة تانية لا النادي الأهلي بالفعل في حتة تانية النادي الأهلي أنا متأكد أن لو ما كانش فيه ظروف الكورونا والإجراءات الاحترازية اللي ماشيين عليها خلال هذه الفترة أعتقد كنت ممكن تلاقي كل المصريين اللي بيشجعوا النادي الأهلي اللي متواجدين في قطر ودول عددهم كبير جدا فالحقيقة احنا دايما مختلفين النادي الأهلي دايما مختلف زي ما حضراتكم شايفين وصول تجرس أونال بطل الكون ككاف فيه صمت يعني مبارح عجبني جدا وكأنها القاهرة أعتقد كنت على يلا كورة وكأنها القاهرة استقبال حافل لبعثة النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر